تدعى هذه نويات التلقيح لأنها تشبه كأنك تلقح هذا السحاب لذلك المطر الصناعي اليوم يعتمد على هذا المبدأ يضخون مواد مثل إسمنت وهي ضارة بالبيئة للأسف فتأتي هذه الأبخرة وتتجمع حولها القرآن إذا أراد أن يصف لك هذا الظاهرة ماذا يقول؟ وَأَرْسَلْنَا الْرِيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ الْأَنِ فَأَسْقَيْنَا كُمُوهُ وَأَنْتُمْ لَهُ بِخَازِلُونَ أنا أقرأها أكثر من مرة كأني أسمعه اليوم سبحان الله سبحانه الله نزلني أميك معا سبحان منزل ذكري جل الحكيم القادر هذا الكتاب المير بالنور هل يبشر آياته فيها الهدى أين المعاند ينظر والروح يقرأ وحيه في كل عصر يبهر وخاتم الكتب التي من عند ربك بشر سبحان منزل ذكري جل الحكيم القادر سبحان منزل ذكري جل الحكيم القادر بسم الله الرحمن الرحيم يقول الحق تبارك وتعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله صدق الله العظيم حبة الكرام ويتجدد اللقاء معكم مع حلقات أنزله بعلمه ونستضيف فيها العالم الدكتور عبد الدائم الكحيل نرحب به في بداية الحلقة ونقول لك السلام عليكم ورحمة الله دكتور وعليكم السلام ورحمة الله وبرك أهلا وسهلا بكم وكما تعودنا معكم قبل أن نغوص في أعماق وأسرار القرآن الكريم مع عجائب وروائل أجاز العلمي نبدأ بسؤال يتبادر إلى ذهن الحقيقة بعدما اطلعت على كثير من مقولات بعض المشككين مع الأسف من الشباب يقول أحدهم يعني كيف نقبل بقضايا الأجاز العلمي التي يتحدث عنها على العلماء اليوم وهذا الأجاز العلمي نزل في القرآن لكن الذي نزل عليه الأجاز العلمي كان رجل أميا فكيف تقولون بالأجاز العلمي فما ردكم دكتور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على هذا النبي الأمي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا الحقيقة دأب المشككون على انتقاد أي شيء وأخطر شيء اليوم في مجال الدعوة إلى الله هو الإعجاز العلمي لماذا؟ لأنك اليوم أنت في عصر العلم وهناك السهولة في الوصول إلى المعلومة العلمية صحيح وبالتالي فإن الإنسان عندما يرى معجزة علمية تتجلى في القرآن لابد أنه سيقتنع ويعود إلى الله وتكون وسيلة قوية جدا مثل معجزات الأنبياء التي وقعت في الماضي معجزات الأنبياء لم تكن أو ليست مرئية بالنسبة لنا نحن لا نستطيع أن نثبت معجزة سيدنا موسى اليوم نعم لم نرها هي مثبتة في القرآن ولكن لا نستطيع إثباتها علميا لا نستطيع إثبات أن سيدنا عيسى عليه السلام أحيى الموتة علميا ولكننا نؤمن بها ونؤمن بها نعم القرآن الكريم لو كانت معجزته مثل هذه المعجزات إذن لتوقفت منذ ذلك الزمن ولم يكن لدينا أي شيء نواجه به هؤلاء الملحدين ونقنعهم ونقيم الحجة عليه طب أليك فينا معجزته أنه غلب الفصحاء أو البلغاء معجزة البيانية نعم القرآن فيه إعجاز بلاغي مرعب يعني شيء خطير جدا إذا تعمقت به نعم سأعطيك مثال بسيط لتدرك أن نبيا أميا لا يمكن حتى على مستوى اللغة لا يمكن أن يتقن هذا الإتقان الذي نراه في القرآن صلى الله عليه وسلم وحتى لو كان من أشعر شعراء العرب نحن الآن لنفرض لدينا بناء هندسي جميل متقن جميل أنا لدي كمهندس شيئين أولا التصميم والإحكام وما يتعلق بالأمور العامة جميل التي تعطي هذا البناء إحكاما وثباتا جميل تصميما قويا ومنظرا رائعا ولكن هذا لا يكفي أنا أحتاج إلى التفاصيل نعم التفاصيل بالداخل صحيح التفاصيل قد يأتيك شخص بروفيسور في التصميم ولكن لا يجد أن يركب مثلا جهاز تكيف ليس خبيرا نعم إذن أنا بحاجة إلى إحكام شخص حكيم ومصمم عالي وبالإضافة إلى ماذا إلى شخص خبير بالتفاصيل جميل لكي أتم هذا البناء جميل القرآن الكريم الله تعالى أراد أن يصف هذا القرآن لنفرض أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتحدث عن القرآن هل يستطيع أن يتحدث عنه كبناء بهذه اللغة الحديثة التي نتعامل بها اليوم في سورة هود الله تعالى يقول ألف لأمرأ كتاب أحكمت آياته ثم فصلت الإحكام أولا ثم التفصيل طيب من لدن عزيز حكيم لا غفور رحيم لا سميع عليم لا من لدن حكيم خبير الله أكبر لأنك تحتاج إلى الحكمة والخبرة عجيب توافق نحن هنا نغوص في دقائق اللغة العربية وتفاصيلها ونجد هذا الإعجاز فإذا ما صدر من نبي الأمي عليه الصلاة والسلام حتى لو كان متعلما لا يستطيع أن يأتي بمثل هذه الدقة وأنا الآن قرأت أمامك آية كيف إذا قرأنا 6236 آية سبحانه من أنزلها كل آية فيها معجزة سبحان الله لا شك في ذلك طب ألا يكفينا هذه الأسرار البلاغية والإعجاز البلاغي في القرآن لماذا الإعجاز العلمي؟ القرآن ميزته أنه يعطيك لكل حسب اختصاصي الله يخاطب الكل في تقصصي نعم اليوم هناك ناس يفقهون اللغة العربية ففيه إعجاز بياني جميل وهناك أناس علماء في الرياضيات لابد أن نجد إعجازا رقميا لابد هناك علماء في الأرصاد مثلا والجيولوجيا وغير ذلك لابد أن يعطيك هذه المعلومة سبحان الله أنا الآن سأعرض لك مثالا لإعجاز نبوي جميل كلام نبوي صلى الله عليه وسلم أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحدث عن النظام المائي على الأرض جميل نعم طيب الآن هذه كرةنا الأرضية طبعا نتأملها فقط للتأمل هل يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يرى مثل هذا المشهد طبعا الله أطلعه على الغيب كل شيء صلى الله عليه وسلم هو رأى السماوات ملكوت السماوات ولكن نحن نخاطب الملحدين الذين ينكرون أنه رسول الله نقول لهم هل رأى هذا المشهد طبعا لا هل لديه حسابات رقمية هل يستطيع أن يتنبأ بشيء من هذه الكرة نعم اليوم العلماء ماذا كشفوا كشفوا أن في كل ومضة برق هناك مطر هذه ومضات البرق التي نراها البرق مترافق بالمطر صحيح دائما وهناك في كل ثانية على الكرة الأرضية مئة ومضة برق كل ثانية على مدى الكرة الأرضية كما نرى انظر هذه ومضات البرق تحدث مباشرة لا تستطيع أن تحصيها لا تنقطع في اليوم ثمانية ملايين ومضة برق أي لدي أنا ثمانية مليون منطقة ينزل فيها المطر جميل كل يوم جميل فخلال السنة فإن الحقيقة العلمية تقول لي إن المطر لا يمكن أن يتوقف صحيح صحيح كل ثانية مئة ومضة برق جميل إذن لدي في كل ثانية مطر على مدى 24 ساعة و365 يوم سبحانه إذن هل يتوقف المطر لا طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يخبرك عن هذه الحقيقة العلمية لا إلا أن يطلعه الله تبارك وتعالي نعم لا أنا أوجه للملحد نعم الذي يمكن أنا أوجه للمنكرين الذي يمكنون أنهم يعتبرون أن النبي هو الذي ألف القرآن وهو الذي جاء بهذه حاشة لله ورسولي صلى الله عليه وسلم نعم معك دكتور أنا أمام حقيقة علمية أنه كل ثانية وكل ساعة وكل دقيقة هناك مطر سواء في الليل في النهار في الصيف في الشتاء صحيح حقيقة علمية هذه الحقيقة لا يمكن لأحد في الجزيرة العربية أن يدركها لأنه كانت تمر سنوات لا ينزل المطر وهناك أجزاء أخرى ما فيها مطر وهم لا يعرفون أنهم أجزاء أخرى نعم هم يظنون أن الأرض هذه التي نعم صحيح ثقافة ذلك العصر عندما ينقطع المطر لمدة سنة أو سنتين أو أربع سنوات لا يمكنك أن تتنبأ أن هناك مناطق أخرى لابد أن يكون فيها مطر في أطراف الأرض الواسعة سبحان الله إذن أصبح لدينا حقيقة علمية تقول أنه في كل ثانية وكل دقيقة هناك ومضات برق مترافقة بالمطر أثبتناها علميا طيب جميل النبي عليه الصلاة والسلام بكل بساطة كيف تناول هذه الحقيقة العلمية قال عليه الصلاة والسلام ما من ساعة من ليل أو نهار إلا والسماء تمطر فيها صلى الله وعلم حدد لك أن المطر لا يتوقف على مدار 24 ساعة هل يمكن لإنسان عادي أن يخاطبك بهذه اللغة البسيطة العلمية المحكمة صلى الله عليه وسلم أنا أتعجب صلى الله عليه وسلم حقيقة بعد هذا أنا 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 يعني أقولها بملي فهمي لأول مرة أسمع هذا الحديث يعني سبحان الله إن قلت شيئا أنتم تشعرون بمؤريد أن أقوله النبي صلى الله عليه وسلم حقا أنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى آته الله العلم الذي يكتشف منه اليوم وسيكتشف منه بعد آلاف السنين إلى أن تقوم الساعة يقول الله تبارك وتعالى في حقي صلى الله عليه وسلم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيمة صدق الله العظيم أنزله بعلمه أهلا ومرحبا بكم من جديد يتعجب المرء عندما ينظر إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الاستسقاء لما ينقطع المطر كان عليه الصلاة والسلام يصلي هو الصحابة صلاة الاستسقاء ومع طلبه من ربه بنزول المطر يخبرنا كما جاء في الحديث الذي ذكره الدكتور منذ قليل في الجزء الأول أنه ما من ساعة من ليل أو نهار إلا هو ينزل فيها المطر تعالوا لنستكمل هذه الرحلة الإيمانية والمزيد والمزيد من إعجازات السنة وإعجازات القرآن الكريم مع الدكتور من رحبك دكتور عبداء المرض الحقيقة يعني إعجاز كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقطع مثل المطر الله أكبر فمهما بحثت فيه سوف تكتشف الكثير والكثير من العجائب صلى الله عليه وسلم المعجزة التي أود أن أحدثك عنها أننا اليوم نعلم من الاكتشافات العلمية ما يسمى بدورة الماء قديما كانوا يعتقدون أن الماء ينزل من السماء ثم ينزل لم يدركوا موضوع التبخر وكثافة الهواء وتكثف جزيئات الماء وتشكل الغيوم كل هذه الآليات غير معروفة هذه فقط في العصر الحديث نعم اكتشفت بتبصيل فمن الحقائق الثابتة اليوم نعم أن كرتنا الأرضية ما ينزل عليها من مطر هو ثابت هناك معدل ثابت سنوي ثابت سبحان الله لأن كمية الماء التي تتبخر تعود فتسخد ثانية بتوازن توازن سبحان الله إذن هذه حقيقة علمية ومنطقية أيضا لأن الماء لا يأتي من الفضاء نعم إنما هو ذاته الذي يتبخر من الأرض ماذا يحدث له بفعل الرياح ودرجات الحرارة يصعد لأن بخار الماء أخف من الماء صحيح حتى يصل إلى أكثر من ألف متر أو ثلاثة ألاف متر أحيانا فيبدأ بالتكثف سبحان الله وحول نويات صغيرة جدا موجودة في الهواء ذرات غبار صغيرة جدا لو لاها لا يمكن للغيمة أن تتشكل فتعمل هذه النويات الصغيرة جدا وتتجمع حول كل نوية بحدود خمسة ألاف قطيرة ماء لتشكل لك قطرة ماء صغيرة بنظام هندس يعجي كون تدعى هذه النويات التلقيح لأنها تشبه كأنك تلقح هذا السحاب الله أكبر لذلك المطر الصناعي اليوم يعتمد على هذا المبدأ سبحانك يا رب يضخون مواد مثل الإسمنت وهي ضارة بالبيئة للأسف سبحان الله فتأتي هذه الأبخرة وتتجمع حولها وأحيانا هذه العملية موجودة في الطبيعة سبحان الله جميل طيب هذا الماء الذي تبخر وتكثف حول نويات تكثيف كويس القرآن إذا أراد أن يصف لك هذا الظاهرة ماذا يقول ماذا يقول وأرسلنا الرياح لواقحة فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين أنا أقرأها أكثر مرة كأني أسمعه سبحان الله سبحان الله وأنزلنا إليك نعم إذن دقة دقة في الوصف هو لواقح لغويا نعم ما معناه دكتور اللواقح كما نعلم نحن الذكر يلقح الأنثى جميل سواء في النخل في النباتات في الحشرات نعم معروف اللواقح هو سبب الإنجاب نعم نعم أصبح لدي الآن حقيقة علمية تقول إن هناك دورة ثابتة للماء وهناك معدل سنوي للأمطار سبحان الله طبعا هناك فواقد بسيطة تخرج خارج الغلاف الجوي وأمور تدخل داخل الأرض ولكن تعود على شكل ينابيا ولكن يبقى المعدل العام ثابت حتى إن وكالة الجيولوجيا الأمريكية تضع لك جداول وتقول لك المعدل السنوي لنزول الأمطار مثلا 500 ألف كيلو متر مكعب سنويا سبحان الله قد مراجع أخرى تقول 504 ألف كيلو متر مكعب كيلو متر مكعب يعني السنة ضخمة يعني ألف متر في ألف متر في ألف متر هذا واحد كيلو متر مكعب 500 ألف كمية ضخمة كبيرة جدا ضخمة جدا نعم هذه الحقيقة العلمية هل يستطيع أحد أن يعبر عنها بكلام أفصح مما أتكلم أنا الآن وفي عصر القرن السابع الميلادي حيث كان الناس لم يدركوا مثل هذه الحقائق أبدا سبحان الله الحقيقة العلمية تقول إن كل عام لدينا معدل ثابت من الأمطار تمام النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عام بأمطر من عام لا إله إلا الله ولكن الله يصرفه لا إله إلا الله ما من عام بأمطر من عام تصور إنسان يعيش في جزيرة عربية يمكن أن ينقطع المطر عنها لسنوات ويقول هذا الكلام ما من عام بأمطر من عام صلى الله عليه وسلم معدل ثابت وفسر لك ذلك قال ولكن الله يصرفه هذا المطر يذهب معظمه في البحار على فكرة يعني أنا كأني طبعا رسول الله فوق مقام أسازة الجامعة وعلماء الجيلوجيا والفلك وكأن حديث علمي كلام بروفيسور يدارس يعلم أين الماء وكيف أين يذهب وكمياته ومعدلاته وعنده نظريات وعنده أجهزة ما عنده إلا شيء واحد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أمتعتنا دكتور بهذا الكلام يعني أنا أنا ذكرني هذا الكلام الحقيقة أشكرك دكتور على هذه المعلومة القيمة ذكرني هذا الحديث الشريف الذي نطق به أستاذنا ودكتورنا وارض عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرني بقوله جل وعلا قل إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين فكر في هذه الآية الله تبارك وتعالى ينزل المطر بقدر ويصرفه بقدر ولكن العجب أن يأتي النبي الأمي ليشرح حقائق علمية لم يعرفها العالم والتاريخ والبشرية إلا اليوم فلا نملك إلا أن نقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الوحي هل معطرا بمخير جاء أم نورا والغار غرد ذكره جبرين يبطر أكررا قد أحكمت آياته بالخير فاض وبشرا ختم الجمال بعطره والله أوحى وصورا ختم الجمال بعطره والله أوحى وصورا